مرحبا طلاب الصيدلة لمحاضرة الهيستولوجي ولمحاضرات الكورس الربيعي نظم النظام المقررات كان المحاضرة الأولى فورمالين فيكسينغ برافين امبادك تكنيك لكن تأجلت هذه المحاضرة لحين الدوام الفعلي لأن بها جزء عملي لازم يتنفذ دايرك بالمختبر المحاضرة كانت باختصار عن تحضير السلايدات من الأنسجة سوف نرى القطوات الأساسية التي سوف نرى هي تخضير العينات التي هي أما بيوبسي أو أوتوبسي عن البيوبسي من جسم كائن حي أو أوتوبسي من جسم dead body سوف نفعلها فيكسيشن سوف نثبتها حتى نمنع بالفورمالين حتى نمنع البروتوليتيك اكتيفتي أو بنفس الوقت نمنع الميكرو أورغانيزم ثم نفعلها الديهايدريشن حتى نستبدل الـ H2O بالإيثانون ثم نفعلها الكليرين سوف ننزيل العتمة ونطمرها بالبرافين بالبرافين ديسبنسر عندنا ديسبنسر بالمختبر نذوب بالبرافين ونصبها بالقالب اللي بيتشوح حتى نسوي لها طمر آخر خطوة أو خطوة ما قبل الأخيرة نسوي لها ساكشنينج نقطعها بالمايكرو توم هذا الجهاز مايكرو توم رح تستغلون به الجهاز مايكرو توم حتى نسوي منها نسوي منها سلايس أو شرائح شرائح وناخذها بعدين نصبغها يأما بالإيوسين أو الهيموتوكسولين أو بالثنين اللي نصبغ حتى وحدة صبغ سايتو بلازم وحدة صبغ النواة بعدين نفحصها بالمايكروسكوب اليوم مخاضرتنا بصورة عامة عن ال Introduction to Histology والإبيثيليال تيشو نركز على الإبيثيليال تيشو بهذه المخاضرة المخاضرات اللي بعدها القادمة رح ناخذ Connective Tissue نير والمسل تيشو رغم أنه عندنا بجسم الإنسان أعضاء مختلفة إلا أنه كل جسم الإنسان مكون من أربع أنسجة فقط أربع أنسجة فقط الإبيثيليال تيشو الطلاعية Connective Tissue الرابطة Nerve العصبية والمسل تيشو العضلية رح ناخذ كل اثنين محاضرة أو كل واحدة محاضرة حسب اللي نقدر عليه فرح ناخذ بالإبيثيليال تيشو رح نشوف الإبيثيليال تيشو هو Layer of الإبيثيليال تيشو هو Layer Layer of Cell Located on Basement Membrane خلايا طبقات من الخلايا منتظمها تتموقع على Basement Membrane كونها على Basement Membrane ورح ناخذ أنه هي أما Symbol أو Stratified أو Cedostratified أو Transitional رح ناخذها اليوم بالتفصيل والمحاضرة اللي جاية طبعا رح ناخذ أيضا Connective Tissue اللي هو عبارة عن Specialized Cell و Intracellular Matrix مادة بيينية بالإضافة إلى Fiber بالإضافة إلى Fiber و رح نشوف بيينية متخصص و بيين متخصص بيين متخصص مثل البون والبلاد وغير واللنخ بعدها رح ناخذ بالمحاضرة اللي بعدها رح ناخذ المسل تشو رح ناخذ الكاردياك وسكيلتر والسموث القلبية والعضلية والمسا و ندرس خصائصهم بالتفصيل وشكل خلاياهم وآخر شي رح ناخذ النيرو رح ناخذ Epithelial tissue بال Epithelial tissue و ستشوف بالمحاضرة Epithelial tissue كل ما اخذنا بالسالس تمو Epithelial tissue بنوعا أساسية بنوعا أساسية هو يأما يكون يأما يكون Symbol إذا كان صف واحد من الخلايا أو يكون Stratified أكثر من صف من الخلايا طبعا عندنا Basement Membrane بكل Epithelial tissue Basement Membrane Basement Membrane غشاء قاعدي فحسب الخلايا أو عدد الطبقات اللي تكون فوق الغشاء القاعدي أما Symbol طبقة واحدة أو Stratified أنواعها بالاعتماد على شكل الخلايا أما تكون الخلايا Flat أسميها Sequimus Sequimus مثلي يلتشو حرش في أو العرض مساوي للنغ العرض مساوي للطول مالتها أسميه Cuboidal أو يكون الطول أكثر من العرض والنواة تكون قريبة على Basement Membrane فأسميه كلمنا فأنا عندي أما Sequimus أو Cuboidal أو كلمنا أما حرشفي أو مكعبي أو عمودي وبالحالتين يعني عندي أما Symbol Sequimus أو Symbol Cuboidal أو Symbol كلمنا وأما Stratified Sequimus Stratified Cuboidal وStratified كلمنا طيب ال Irregular Irregular Shape of Epithelial تشو وعدنا نوعا أساسية ما تخضع على هالقاعدة أو بشكل شاد وهي Symbol Stratified تحت هذا الطبقي كاذب عمودي طبقي كاذب هذا النسيت شنو تحت المجهر يبين كأنه عدة طبقات لأن الأنوية ما تقع على محور واحد ما تقع على لفل واحد فمن تشوفه تحت المجهر لأول وهلة تظن أنه هو طبقي Stratified لكن أنه بالحقيقة كل الخلايا Located On Base Membrane وعدنا الترانزيشنال الترانزيشنال المتحول ترانزيشنال تكون صف الأعلى من خلايا مظلية الصف الأعلى مظلية هذه الخلايا هي في الأعضاء التي تطلب تمدد هذه أهم الأنواع بالاعتماد على الطبقات على شكل الخلايا نجل الوظيفة الأساسية للإبيثيريال تشو وهي هو طبعا إبيثيريال تشو أما يصبح cover for surface أو linen for cavity يعني أما يغلف للسطور السطوح أو شي يفعل أو يبطن التجاويف يعني يغلف للسطوح مثل الجلد الخارجي مثل الاسكن أو يبطن التجاويف مثل ال gastrointestinal track يعني كل تجاويف الجهاز الهضمي أو العوعية الدموية يكون الطبقة الداخلية إلها شنو الطبقة الداخلية إلها هي إبيثيريال تشو إبيثيريال تشو لذلك وظيفة الأساسية أو وظافة الأساسية هي أولا باريارز هو باريارز يحمينا الأعضاء الداخلية يحمينا الأعضاء الداخلية من الراديشن من الباثوجين وغيرها والوظيفة الثانية هي سيكريشن راح نشوف أنه عندنا الإبيثيريال تشو يتخصص حتى يكون غدد غدد اللي تفرز الميوكس والسويت وغيرها والإنزيمات أو امتصاص مثل ما راح نشوف بالجهاز الهضمي أنه الإبيثيريال تشو يتخصص لإمتصاص المواد تخصص لإنتصاص المواد طيب من أهم خصائص من أهم خصائص الإبيثيريال تشو أنه أنه